أكثر من ستمائة ألف عاطل عن العمل بينهم نحو مائتين واربعين ألفاً من خريجي مؤسسات التعليم العالي وفق الإحصائية الرسمية التونسية حيث لا تزال البطالة في تونس عند مستويات مرتفعة رغم أنها كانت من بين الأسباب الرئيسية للثورة التي أطاحت في 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابد بن علي سليم سحيمي يعمل نادلاً في مقهى بالعاصمة تونس لأنه كغيره من عشرة الآلاف من خريجي الجامعات لم يجد وظيفة تتناسب مع دراسته منذ تخرجه سنة 2009 من التجمش تختار خدمة في البلاد هذه ما كش أنت كملت مثلاً قرايتك أنا كملت بشي مشي نقري سيبون سنة عام ولا عامين ولا لي هو وفاهم بشي نخدم لأ أنت لهنية وقت لتكمل القراية تولي هي خدمة تختارك كملت القراية سيوتر شوز معناها تولي حكاية أخرى من جهته أرجع الخبير الاقتصادي الرئيسي بمكتب البنك الدولي في تونس أسباب هذا العدس إلى عدم تلاؤم تأهيل خريجي الجامعات مع فرص العمل المتوفرة بسوق الشغل وضعف القيمة المضافة للأنشطة الاقتصادية في تونس بالإضافة إلى انغلاق الاقتصاد التونسي وضعف التنافسي في ظل القيود التي تمارسها الدولة خريجي الجامعات يجدون أنفسهم في مهام غير مؤهلين لها أو ما يسمى بغير اللائقة والضعفة توفير فرص عمل في القطاع الخاص لخريجي الجامعات في تونس يستوجب الاستثمار في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية حسب الخبراء والمختصين وهو تحدي سيكون مطروحا بقوة على طاولة الحكومة ورئيس تونس المقبل